قوم يونس لما استمروا على الكفر رغم أن يونس على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإيمان وحذرهم عن مغبة الكفر لكنهم استمروا في الكفر فالله سبحانه وتعالى قدر عذابهم فلما رأوا العذاب تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لما تضرعوا وكانت توبتهم توبة حق وتضرعهم تضرعا حق الله سبحانه وتعالى غير التقدير من عذابهم إلى إمهالهم إلى حين فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله سبحانه وتعالى عندما قدر لهم العذاب كان يعلم بأنهم سيتضرعون ويتوبون وأنه سيكشف عنهم العذاب هل تقديره كان خلاف الحكمة؟ لا التقدير حكمة كان الآن سنذكر بشكل مختصر حينما تضرعوا الله سبحانه وتعالى غير التقدير لحكمة أخرى شنو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو عدم يأس الإنسان يعني إذا أنا أدري أنه بالدعاء الله سبحانه وتعالى يغير التقدير أتوجه إلى الدعاء إذا عندك مريض أو أنت مريض عندك مشكلة إذا أنت تعلم بأنه ماكو تغيير للتقدير ليش تدعوه؟ لا تغيير للتقدير لكن إذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى يغير التقديرات تتضرع إلى الله تدعو تتوجه إليه فإذن فائدة البداء تغيير التقدير هو تقريب الإنسان إلى الإيمان والعمل الصالح كثير من الناس يدفعون الصدقة لماذا يتصدق على الفقراء والمساكين؟ لأن الصدقة تدفع البلاء يعني شنو الصدقة تدفع البلاء؟ يعني هناك بلاء مقدر إذا دفعت الصدقة الله سبحانه وتعالى يغير التقدير أما إذا الناس قلنا لهم خلاص التقديرات لا تتغير على شنو يروح يدعوه؟ على شنو يروح يتصدق؟ على شنو يروح يعمل بالصالحات؟ ييأس والإنسان اليائس ينغمس في الكفر والظلال والفسق والفجور فإذن الله سبحانه وتعالى لمصلحة يقدر ولمصلحة يغير ذلك التقدير ترجمة نانسي قنقر